بحضراتكم حلقة جديدة والقاء متجدد من زينة وطعم البيوت على شاشة القناة الثانية التليفزيون المصري دايما معاكم من خلال فقراتنا المتنوعة اللي بتهمه كل فرد من أفراد الأسرة المصرية معي يا دينا صباح الخير أو مساء الخير يا دينا أهلا بيكي ينفين ونرحب طبعا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من زينة بتعم البيوت على مدار ساعة ونصف بنتكلم في كل حاجة بتهم الأسرة المصرية وهيكون معانا أخبار مهمة جدا طبعا نبدأ هذه الأخبار ونعتبر الحقيقة من الأخبار السارة اللي بتهم معظم أو كثير من المصريين وده طبعا من خلال توجيه سيدة رئيسة بفتاح السيسي من خلال استعراض مشروع تعم وزنة العام المالي الجديد 2022-2023 وجه بما يلي أولا طبعا وده أهم هذه الأخبار رفع الحد الأدنى للأجور ل2700 جنيه الحقيقة كمان زيادة إكرار علاواتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% ومن الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي نستكمل هذا الخبر مع حضراتكم من خلال توجيهات سيدة رئيس عدفتاح السيسي وهي زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه الخبر المعايد الوقت هو طبعا في صالح العملية التعليمية وهو إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 مع اعتماد حافز إضافي جديد للتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجمالي إلى حوالي 3.1 مليار جنيه أعتقد أن بعض هذه الأخبار زي ما قلت لحضراتكم بتهم كثير من الأسر المصرية الحية نختتم هذه الجولة الإخبارية من خلال هذا المشروع لأنه فعلا فيه تفصيلات خاصة جدا من خلال قرارات سيادة الرئيس من خلال أيضا هذا الاستعراض لموزنة الموزنة العامة المالية العامة 2022-2023 وننهي هذا الخبر بتخصيص مبلغ مليار ونص جنيه لتمويل حافظ الجودة الإضافي لعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات مع ضم تخصصات بالأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافات أطباء الامتياز إلى تصرف خاص لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز بنهي هذه الأخبار السريعة وهي أخبار صارة في بداية هذا اليوم نخرج لفاصل ونعود لحضراتكم حقيقة مصر أجمل بكل ما فيها وبكل من فيها وإن شاء الله أي صعاب يعني إحنا فيها بنحاول نعديها سريعا عشان فعلا نكون قد الدنيا نبدأ هذه الفقرات ومعايا دينا يا ريت نقول أهم هذه الفقرات لأن مهم قوي قوي عندنا أحداث كتير حقيقة الفقرات النهاردة كلها يعني فيها شق اجتماعي وفيها شق هام جدا وإحنا الفقرة بتاعتني تتكلم عن التربية الصحيحة إزاي أن أنا أربي أولادي تربية صحيحة وإزاي بيفرق جدا عدد الأولاد في التربية الإجابية والتربية الصحيحة إن شاء الأسرة دلوقتي بقى موضوع صعب جدا بالأخص مع متغيرات كتيرة جدا من سوشيال ميديا من استخدام التكنولوجيا من حاجات كتيرة جدا بقى التأثر وعوامل خارجية على أولادنا فإزاي أن أنا من خلال أسرة بسيطة مكونة من أربع أفراد أو خمس أفراد بالكثير أقدر أن أنا أربيهم تربية صحيحة تربية إيجابية أقدر أن أنا أهتم بيهم تعليميا أهتم بالمواهب بتاعتهم فإحنا هنتكلم عن فكرة الأسرة العددها مظبوط إزاي بيكون التربية فيها تربية إيجابية وتربية صحيحة نتكلم طبعا أكيد عن أو على التربية الإيجابية وبالتالي ليس فقط التربية مهمة فقط في أسرتنا ولكن كمان الصحة نتكلم على كوفيد مش عايزين نقول لكوفيد الاستعتشر فقط ولكن عندنا متحورات وصدنا المتحور الخامس وبنلاقي دلتا وبنلاقي أوميكرون ولكن بنلاقي أيضا بعض الإجراءات الاحترازية المختلفة ولكن فيه هناك يعني إجراءات ثابتة طبعا ارتداء الكمامات واستخدام المعاقمات وكثير من هذه الجوات اللي هنتعودنا عليه بقالنا أكتر من سنتين ولكن النهار دا هنتكلم شوية عن هذا المتحور الجديد وبرضو نتكلم عن أصحاب الأمراض المزمنة يطرح نعرف من الصرف إزاي معاهم ومعاهم نفسنا كمان من خلال هذا المتحور الخامس الحقيقة فقرة مهمة جدا وخلينا برضو نقول من خلال زينب طعم البيوت اللي لسه ما خدش اللقاح يتوجه لأقرب مكان ويسجل علشان ياخده لأنه طبعا بيفرق كتير جدا ولازم يبقى عندنا وقت جاه التلقي اللقاح أكيد أعتقد برضو يمكن من التربية الإجابية أنت قلت عليها شيء مهم جدا ومن أهم إيجابيات التربية الإجابية جماعة أن أنا أقدر لازم أقضي على بعض السركيات الخطيئة سركيات أنا باعتبرها سلبية ومن هذه السركيات اللي ظهرت على سطح المجتمعات على مستوى العالم والتنمر تعالوا نحضر نشوف إيه أسباب ظهور هذه الظاهرة ولماذا لم ننتبه إليها من قبل من خلال سلوكيات قد لن علامها من قبل الحية ومن خلال سلوكيات بنمارسها ويمارسها أولادنا من غير كمان من أشعر أن ده سيسبب ظاهرة خطيرة جدا وهي ظاهرة التنمر نشوف إزاي نقدر نحمي أنفسنا ونحمي أولادنا بالثقافة التوعوية يا جماعة لأنه عامنا هو عام الوعي نفذنا وحافظ أهل مصر من كل خطر ومن كل شيء ممكن يضر شعبها والحقيقة لما بتأتي إلينا أو أتت إلينا أو أتى إلينا هذا الفيروس قبل 19 وبدأنا بالفعل نهتم وأصبح يعني أنا شخصيا بقول ربا ضرت النفعة لأن فعلا وجدنا هذه الثقافة الصحية ثقافة توعوية يعني أساسية الحية في حياتنا ولم نكن ملتفتين إليها لكن الحمد لله ربا ضرت النفعة إن شاء الله نستفيد وحتى كمان أولادنا والأجيال القادمة إن شاء الله تستفيد بهذه الجرعة التثقافية التوعوية الصحية نتكلم عن المتحورات وطبعا من الأولى لحدها الخمسة أو السادسة كمان تعالوا نهضا نشوف يا ترى أخبار متخصصينة خاصة في أمراض الصدر لأن طبعا من أمراض الصدر لها هذه الأمراض بتعاد من الأمراض المزمنة تعالوا نشوف إيه الإحترازات والإجراءات الاحترازية وكيف نتعامل مع من يعاني من ربا أو من أمراض صدرية عموما وبالتالي كمان متى نتاجه إلى مستشفى أو حتى إلى الطبيب معنا في هذه الفقرة أستاذ الدكتور أينان سالم وأستاذ أمراض الصدر ورئيس القسم السابق بقصر العين بطب قصر العين نرحب ضحك معنا يا فندي أهلا وسهلا بحضرتك وبأستاذ المشاهدين طبعا أعتقد أن هذا الأمر يعني نقول ليس بجديد ولكن أصبح هناك بعض العلامات التي تؤرقنا وبدأنا بالفعل نعلى شوية بهذه الاحترازات وبهذه الإجراءات وأيضا يعني يأتي إلينا بقى أسئلة بقوة ماذا عن هذا الفيروس وإلى أين سيأخذ الحقيقة الحقيقة أشربت لأن احنا بقالنا سنتين في الوباء ده والوباء ابتدى فعلا برغم أنه هو منتشر وظهر قدام الناس إلا أنه هو ابتدى الناس تتعايش معها وابتدى الناس يجي لها هي من نفسها مقاومة طبيعية من سنتين ما كانش فيه حد من البشر كلهم عندهم أي مقاومة طبيعية للفيروس دلوقتي عندنا عدد كبير من الناس سجلوا مقاومة ومناعة بنسمي مناعة القطيع يعني أصبحت العدوى موجودة بدون أعراض ده عدد كبير من الناس اللي هو ما بيظهرش قدام الإعلام ولا بيظهر ولا حد بيجيب سنتهم وخالص لكن هم موجودين حوالينا بنعمل اختبارات كتيرا نلاقي ناس من البشر العاديين أصبح في أجسامهم أجسام مضادة للفيروس الجديد وما تعادوش وما تصابوش خالص لا أنا عايزة بتكلم على أن كل شيء أصبح جديد لدينا وبالتالي من هذه الثقافة ما كانتش عندنا وخصوصا من خلال محاربتنا للأوباء بصفة عامة والقادم أعتقد كمان ناخدها بعين الجدية شوية لأن القادم أصعب نقدر نقول ولكن خلاص جاءت لنا هذا التحصيل صحيح المسألة جديدة على البشر كلها ولكن نقول من سنتين ما كناش نعرف دلوقتي بعد سنة أو حتى بعد سنتين كمان من الوباء العالمي بقينا نعرف بقينا نعرف إيه هو إيه طبيعته إيه تصرفاته إيه تصرفاته كاملة في الجسم إلى حد بعيد إيه المقاومة بتاعته يعني من سنتين كان فيه مجهول فعلا لكن دلوقتي إحنا عندنا تفاصيل كتير قوي إذن ما عندناش عذر أن إحنا ما نقومش وما نعالجش بل أصبح عندنا كمان أدوية عديدة مش واحد ولا اثنين ولا تلاتة تقدر تواجه المرض إذا حصل الحقيقة برضو زي ما بقول ربا دارة النفاع وهي نفاع من جانب آخر وهي قصة إزاي إحنا نقدر نقف أمام أصبحت المصادر كثيرة يا فندم مصادر تلقينا للمعلومات سواء من خلال أطباء بيظهروا أو من خلال بعض عتوى وبالتالي في من يعظم من هذا الأمر وهناك من يسهل من هذا الأمر أين نحن من هذا وذيك؟ لا هو كل الأمور تأخذ بمقدرها يعني لا هو نقدر نقول أنه هو مرض بسيط وسهل لا ولا هو مرض خطير جدا إذا تجنبناه يعني برضو من مؤشرات المرض واشتدة المرض إنها بنقول نسبة الوفيات نسبة الوفيات العالمية هي 2% إلى 3% ارتفعت وتزيد وتنخفض ممكن ترتفع في مصر شوية وتنخفض شوية تاني لكن الرقم بيتراوح ما بين 3% إلى 4% في المتوسط أحيانا زادت 10% أو 11% و 12% لكن رجعت نزلت مرة تانية في الوقت اللي ما كناش نعرف التفاصيل زادت الوفيات في الوقت أصبحت الأمور أحسن أحسن بكتير إذن هو وباء عالمي وابتدى ينحسر يعني ظهور المتحور الجديد بتغيراته الجزرية الكبيرة دي ده مؤشر طيب مش مؤشر سيء طيب بس بس في بعض الأسئلة برضو ده تهمنا يعني نقولها لحضاريتك طبعا أكيد لأن احنا بنستغل أو بنستغلق معنا النهاردة وبالتالي تسمعين من خلال هذه الإشعات أو هذه المتحورات أن هناك فرق ما بين دلتا وما بين أوميكرون ده صحيح فيه فرق كبير يعني تغيرات كثيرة حوالي تغير حوالي أكتر من 50 موضع تم تغيرهم في بس مستقبل الفيروس اللي بيمسك به في مكان خلايا جسم الإنسان يعني شكل جديد وطريقة جديدة طيب هل ده أفضل ولا أحسن الحقيقة ده بقى أحسن لأنه ما بقاش يتطور العدوى إلى أنها تدخل على الرئتين في أغلب الحالات اللي بنشوفها دلوقتي الحالات ما بتوصلش رئتين يعني ما فيش التهاب رئوي فيروسي يعني ما فيش بالدرجة الأولى فشل تنفسي اللي هو قد يتلوه بعد كده أنواع أخرى من الفشل طبعاً ده ما بيقللش من الأمر لكن بيغير من طبيعة الموقف وطبيعة الرؤية قدامنا والأعراض التشخيصية طيب نقول بقى سريعاً كده الفرق ما بين دلتا وما بين برضو أوميكرون كبداية عشان ندخل بقى الأمراض المزمنة أما الصدرية هو المعروف أنه هو كل ناس أصبحت تعرف أنه هو سهل الانتشار بينتشر بسهولة جداً ولكن الأعراض بتكون خفيفة اللي هو الأوميكرون الأوميكرون والوافد الجديد المتحور الجديد اللي هو يعتبر المتحور الكبير الرابع رابع تحور كبير في تحورات كثيرة جزئية حوالي 60 أو أكتر من 60 تحور بسيط لكن التحور الجزئي الكبير اللي وصلنا فيه الأوميكرون اللي عاشين فيه بقى حوالي 3 شهور تلوقتي على مستوى العالم ده أعراضه بالدرجة الأولى بتكون جهاز تنفسي علوي أقصد الأنف والحلق بالدرجة الأولى والحنجرة مش أساسي أنه هو يبقى ينزل الصدر مش أساسي ينزل تحت الأحبال الصوتية في الصدر لكن بينزل بمقدار ضئيل جداً جداً بنلاقي في بعض الحالات في ناس بدفقد صوتها يعني الأحبال الصوتية هل ده بينزل برضو يصيب الأحبال الصوتية بعد الأحيان؟ ده فعلاً موجود في الأوميكرون بالإصابة بالذات في الزور أكتر حاجة مميزة لي طبعاً غير الرشح والانسداد الأنف والزكام والتأكسير العام والصدع الحاجات دي موجودة في كل الأدوار البرد والعدوى الكورونا الأديمة والألفلونزا وغيرها لكن بيتميز بأنه أغلب المرضى بيجي بيشتكلنا من حرقان في الزور بدرجة شديدة شوكة في الزور آلام حادة هنا وسيلان الأنف يفن برضو من هذه الأعراض؟ سيلان الأنف رشح والزكام والسيلان شديد وبيطول كمان شوي بس هنا بنلاحظ بقى أنه هو كمان ممكن يغير الصوت شوية وكمان ممكن يكون مصحوب بيه بعض التهابات في أماكن قريبة منه يعني نلاحظ شكوة الأزن بتريد تتأثر شوية الوجع في الأزن الحاجات دي كلها جهاز تنفسي علوي اللي هو جنبي الأزن غير ما ينزل للصدر الصدر والفشل الترافوسي ده طبعا بيكون فيها رعاية مركزة ويكون فيها يعني أكسوجين وأنقاذ حياة الحمد لله الجزء ده ما بيبقاش موجود بوضوح وأن كان موجود في بعض الحالات اللي هي فيها عدوة شديدة طيب احنا يمكن برضو العطس فيه كمان فيه حالات إن العطس اللي وراء بعض وراء بعضه برضو من كل اللي احنا شفناهم حوالينا صحيح رشح زكام انسداد سيلان من الأنف عطس حرقان في الزور صعوبة في البلع حتى يبلع ريء وبصعوبة نشفان الريء شوكة في الزور كل دي الحاجات اللي بيجوا الروح لنا مع طبعا مع الصداع مع الأعراض العامة اللي هي الإرهاق وتكسير وآلام بالعضلات وبالجسم لكن عايزة أوضع حاجة كمان مهمة جدا هو إن الفترة المرض بتطول شوي طبعا بس ننتقل لقاء دلتا الأول يعني عشان هو ده أومايكول دلتا ما كانش فيه كده دلتا كان بينزل على جهاز التنفسي والجهاز الهضمي الاتنين اه وكانت أعراض شديدة وقوية ويعني طبعا طالما وصل الجهاز التنفسي هنا بقى العراض بيبقى فعلا بيبقى شديد وهنا لازم بقى الانتباه الادهاب فيروسي رقوي معناه أن هو حيالتقم بإذن الله تعالى ولكن حيالتقم بدرجة تليف وبوضح أنها درجة تليف بسيطة فإذا حجم الإصابة من بدري تبقى التليفات بسيطة ويمكن تداركها وما تأثرش مع جسم الإنسان ولا أداء الوظيفة خالص لما بيصين بفن دلتا جهاز الهضمي إيه الأعراض؟ هل هو السخونية؟ مع أن السخونية هي موجودة ما بين الاتنين بس دلتا أقوى؟ بتكون بدرجة الأولى إسهال وآلام بالبطن آلام كده يعني مش محددة مش هو مغص ولا انتفاخ في الناس تقولك أنا عندي قولون لا أنا وكل أكلية تقيلة ولكن هي الإسهال هي السماء أو السمتم العرض اللي لحنا ندخل صحيح دي أكتر حاجة كأننا بنشوفها في الموجة السابقة نيجي بقى للأمراض المزمنة أنا بحاولك بس بسرعة أجلي بالفقرة لأن حديك بنسبة لنا كنز يعني الحقيقة بني بارك في حضرتك يعني أعتقد هنا إزاي أصحاب الأمراض المزمنة ناس اللي خلينا نتكلم على الأمراض الجهاز الهضمي ولكن تخصص حديك أكتر في الصدر الناس اللي عندها رب واللي عندها مشاكل منذ الصغر إزاي نقدر نتصرف في المعمر بالتحديد؟ اللي عنده أمراض مزمنة بصفة عامة سواء كانت في الصدر أو خارج الصدر يعني مرض مزمن في القلب بالذات كمان في الكليتين في السكر غير منضبط إذا كانت الأمراض دي منضبطة يعني تم علاجها واستقرت الحالة ولا يزال المريض على دواه بانتظام ومتابعة الطبيب والأمور مستقرة بالنسباله في الأداء الوظيفي بتاعه في الحياة يبقى إذن ده بيعامل زي السليم ما نقلقش منه خالص يعني هنا المتابعة يعني أنا لما أشعر بهذه الأعراض اللي عندي أروح لدكتور الطبيب المختص اللي هو بيعالجني اللي واخد الحالة كأعراض ربه أو سكر أو قلب أو كلا أو كبد مزمنة لو انضبطت الأعراض وانضبطت الحالة واستقرت الوظائف بتاعة الأجهزة الجسم يبقى ده بيعامل زي الشخص السليم اللي بنقلق عليه جدا هو ضغط ملخبط سكر ملخبط قلب ما بياخدش علاجه بانتظام مرض مزمن في القلب ما بياخدش علاجه أو بينسة دواه وكذلك جهاز التنفسي لو ربه غير منضبط لو ربه مريضه بيهمل في علاجه لو حساسية بهذا التنفسي أو لو سد رئوية مزمنة طبعا سد رئوية هي درجة من درجات درجة من الدرجات الشديدة من قصور ومضاعفات التدخين وبالتالي المدخنين لازم نحط عنين عليهم أن هم يبتنعوا ويبتعدوا عن التدخين أو يقللوا إلى أقصى درجة ويتابعوا مع دكتور ست نحن نسل الوقت نكلم دكتور أيمن على جزئية قصة أن أنا بفتي يعني واحد صديقي مثلا عنده سكر وضغط وأنا عندي سكر وضغط وأخذ بروتوكول معين يا عم خد بنت نفس اللي عندك عندي فبرضو دي بعض الثقافات إن شاء الله نحاول نتخلص منها يا رب لأن ده أسوأ حاجة أنه هو تاخد دواء مش بتاعك الحالات بتتشابه والفروق الفردية كتير قوي والظروف الصحية بين مريض والتاني بتخلينا نعدل كتير في أدوية أسماءها وجرعتها وطرية علاجها ومدتها وربما نختار أدوية أكثر أمانا على بعض الأجهزة وبالتالي الحالات كلها تراجع حالة البداية ممكن تكون شكلها متشابه إنه هو ده البروتوكول اللي بنوصفه البروتوكول لأصحاب ضغط السكر القلب ولكن كل واحد ليه حالة كل واحد ليه نوع من أنواع هذه الأمراض وإذا كان حياخد نفس الدوية بقى لابد يصدر به تصريح من متخصص أيه أكيد دي أهم حاجة وختموه مسك الحقيقة لازم يكون متخصص يا جماعة وما نكسلش لأن احنا مش بنحافظ على نفسنا بس بنحافظ كمان على أسرتنا وكل فرد من الأفراد اللي حوالينا وكلهم غليين علينا وإن شاء الله نعدي منها بسلام وبأمان طلب معنا متخصصين متفاهمين لدرجة الثقافة بتاعتنا وعندهم صبر ويقدروا إزاي المنتهى السهولة يدون العلاج الشافي بأمر الله سبحانه وتعالى طبعا شكرا لحضراتكم للمتابعة وأرجو من الله سبحانه وتعالى أننا سنكون وفقنا في تقديم بعض هذه النصائح كان معنا أستاذ دكتور أيمان سالم وأستاذ أمراض أصطدر ورئيس القسمة السابق بطب القصر العيني بشكرك يا فاندبت من نركة التوقيق ودعم مستحى والعافية عفوان وأهلا بكم دايما مشاهدين ننتقل بحضراتنا الفقرة القادمة وتعاوننا نتحدث عن إيجابيات التربية لابد أن نركز ونتابع مع أولادنا ونشوف يا طرى ماذا عن ظاهرة التنمر خدناها بهزار الأول وتقلبت بجد تعالوا نشوف ماذا عن أعراض التنمر وإزاي نقدر نحافظ على نفسنا وعلى أولادنا أولادنا وولادنا هم أغلى حاجة الحقيقة عندنا في حياتنا وبنعيش بيهم وبنعيش ليهم وإذا ما كانتش بالفعل حياتنا معاهم تبقى نكحة نبقى بنحس بعدم توفيق الحياة في الحياة وبيبقى لحظات كده من يعني مش عايزة أقول حزن البعض أو اكتئاب البعض إنه هو ما نجحش في التربية الإيجابية والتربية استليمة ودايما بنتكلم تربية إيجابية يعني سلوكيات ولكن بنتكلم عن بعض هذه السلوكيات عشان أغيرها وإن شاء الله فقرة التربية الإيجابية ما عحنا سفيد أكتر عن طبيعة هذه التربية من ضمن يعني نقول هذا الكتالوج نقول بنتقل بعض الظواهر اللي بتنتبنا وبتنتب بعض أطفالنا بنخدها الأول بهزار وفاكريين نحن بنهضر أو بنقول نقطة أو بنضحك على فلان ولكن للأسف أصبح ظاهرة بتسبب الكثير من الكوارث الحياة سواء نفسية أو حتى كمان إزهاق بعض الأرواح خلينا نتكلم النهاردة عن التنمر يا ترى إيه السبب هذه الظاهرة وليه العالم انتبه لي في الفترة الأخيرة معي النهاردة دكتور راشا فهمي خصائي العلاجة أستولوك والإرشاد النفسي ودوي القدرات الخاصة أو الاحتجاد الخاصة طبعا دكتور راشا مرحب بيك معنا النهاردة وأعتقد أن هذا الأمر أو هذا الموضوع ليس بالسهل فعايزين لأول نعرف ما المقصود بالتنمر هو إلحاء الأزى بالغير يعني هو السلوك عدواني أنه أنا مثلا أعرض بعض السلبيات أو القصور عن الطرف الآخر أو عيوبه أو عيوبه النفسية أو أيا كان قدام قدام الغير يعني قدام على الملأ أو حتى بينه وبينه أو ممكن يكون الأزى ده مش شرط إن هو يكون في شكله بس أو إن هو عنده مثلا أي مشكلة شكلية ممكن يكون يتعرض لحادثة ممكن يكون عنده مشاكل في الكلام أي أن كان الحق الأزى ده هو ده بنسميه التنمر ده التعريف بتاعه أعتقد هو سلوك عدواني وأعتقد أنه هو سلوك يعني مفروض يبعد تماما عن الإنسانية طبعا ولا عن الأديان ولا يمط لطبيعتنا الإسلامية أو الديانتنا الموجودة في مصر والوطن العربي بأي صلة والله الإنسانية بصفة عامة زي ما حيك قلت وأعتقد كمان أن الأديان كلها بتحكم هذا الأمر وقصة إن أنا إزاي أراعي الآخر أو أراعي اختلاف الآخر أي أنك وبالتالي هنا بنتوقف عند أشكال التنمر لأنه في ناس كتير تقول لك والله أنا كنت بها أصدر والله أنا مقصودش أو إن أنا مقصودش إن أنا دايقه وبالتالي تبقى فيه هنا ضم داخل النفس وبالتالي أشياء كثيرة أو أشكال كثيرة من البعد الاجتماعي ماذا عن الأشكال؟ شوفي حضرتك دلوقتي المفهوم فيه خلل بقالنا فترة كده عندنا خلل في مفهومنا نفسه آه في المفاهيم آه يعني مفاهيم إن أنا حدودي فين مين أداني الحق إن أنا أصلا أكلم اللي قدامي بالطريقة دي حتى لو أنا بهزر يعني أنا حدودي المفروض إن أنا حريتي بتنتهي عند حريتك حضرتك أنا مقدرش إن أنا أقول لك رأيي في حاجة قدام الناس يعني فيه أخلاق وفيه تربية وفيه عادات بقت غيبة شوية أنا حاسة إن هي غيبة في مصر شوية طيب بالتالي عشان كده عايز أوضح أنا كأم أو كأب قاعد يتفرج علينا وبنقول إيه شكل التنمر إيه اللي ممكن ألاحظه على ابني أو على بنتي أحس إن هو بيمارس هذا من أكتر الناس اللي بتتنمر يعني هنقول إنه هم ليهم مش ليهم الحق بس معزورين أطفال لأن الطفل بيبقى على طبيعته ما بيعرفش يجامل ما بيعرفش يحجب بعض الكلام ده لازم ده دور الأسرة هوي اللي بتعلم الطفل أقول إيه إمتى وأقول إيه أصلاً يعني الطفل دلوقتي لما بيروح يتريق على صحابه في المدرسة أو لو ليه صاحب مثلاً وزنه تخين شوية أو وزنه تقيل أو شكله كذا أو أصمر أياً كان فيه العيب إنت كذا لأ المفروض إن الأم تقعد مع أطفالها دلوقتي وتفهمي أولادك من غير ما تحصل الحدثة لأن حضرتك مش هتروحي مع المدرسة يعني ما ممكن هو يروح يتنمر على زميله ده وزميله ده يحصل جواس لوك عدواني تجاه المدرسة يخرب في المدرسة وإحنا ما نعرفش الأصل ده كان جاي من فين دولاً هي من سلوك إحنا ما خدناش بلنا منه برضو متابعة المدرسات المدرسين من المتنمر أصلاً ليه بيبقى متنمر سواء كبير أصلاً التنمر ليه أشكال يعني الزوج ممكن يتنمر على زوجته قدام أريبه أو قدام أولادها أو أياً كان بيبرز عيوبها مثلاً إيه مثلاً بتعرفش تطبخ إيه على طول مهملة طبعاً طبعاً مش من حقك خصوصاً لو قدام حد يعني ولا حتى بينك وبينها يعني معقول إن أنا أجي بس أشوف العيوب حتى طبعاً أقول لحضرتك على حاجة جمعين لو زوجة عاملة لزوجة هاتبخة مثلاً ووقفتها بيانة جداً وما لا لقتش حلوة أو تلاعت نص نص يعني لو تقدر تقولها تسلم إيدك أحسن ما تقولها إيه لأ أو يعني لأ المسخة أو المنحل ما يصحش يعني الكلمة الكويسة دي هي اللي بتجذب الناس ولازم أعلم ابني كده إن الكلمة الكويسة والأسلوب الكويس هو اللي بيخلي الناس تلتف حولك طب خلي بالك بقى هيك قلت يا نقطة مهمة جداً في هذا الأمر وأعتقدوا عليك رقم واحد وهي قصة إزاي إن أنا أخذ أمي وأبويا قطوة وهم دول المكان أو ده أو دي مرآة الطفل بالفعل لما أنا بروح للمدرسة وبعد كده بقول بابا بيعمل كده دي ماما بتعمل كده بدا شيء طبيعي لا هنا قطوة دي حاجة الحاجة التانية إن الأم تقعد مع ولادها وتعلمهم إن أنا لازم أحترم الأخر وشكله واختلافه عني هو أنا مش عشان ربنا خلقني بمشي أو عشان ربنا خلقني بشرتي كذا أو كذا يبقى الأخر يدف ليه يدف اللي هو حصله وحتى لو كان ليد أنا مش أنا ما تدخلش بالعكس يعني أنا ما حسسش واحد مثلا فيه ناس بتبقى عندها نوع من مش أمراض جلدية حاجات زي كده أي مشكلة بالعكس أنا ما حسسش إن أنا متضايقة منه أو أرفان بالعكس بالعكس يا جماعة لازم ربي ولادي على كده لأن فيه أطفال بيبقى عندهم سلوك عدواني نحي في المجتمع كله في يوم من الأيام أنت ممكن يكون عندك أو أنت تكون عندك الموضوع ده خلي بالك ما هو الإنسان مش ماشي على طول بصحة وعافية وسواء نفسي وسواء جسدي كل حاجة تأتي علينا بعض برضو بيجي كمان على العلامات بين الإخوات وبعض يعني حضرتك ممكن يحصل بين الإخوات أن الطفل يتنمر على أخوه لأ أنا هقف بقى بالوقت تعال هنا أنت زي تقوله كده ما يصحش وعلى فكرة ما تقولش كده ولا الجرانك ولا لصحابك في المدرسة ولا تضرب حد ولا تعرفك طريقة بقى طريقة وأنا كمان بوجه النصيحة دي حاجة تحبي هل اللين مرة هل الثواب مرة هل العقاب مرة هل التنوع في العقاب من نفسه في الأطفال على حسب سنهم أقل من سن خمس سنين ممكن يفهم بالحكاية ممكن يفهم بالعزة أكبر من كده شوية لا أنا الأول هنزره دايما أنا بفضل اللين في التعامل مع كل الناس حتى مع الأطفال أنا مش بفضل أبداً العنف أبداً لأن العنف ما بيقديش غير العنف بس يعني إزاي أنا عايزة أخلي طفلي ما بقاش عنيف مع غيره ويكلم كلام كويس وأنا بقى عنيفة معاه ده مش هينفع مش هيوصل لرسالة مصبوطة نهاية بالتدريج يا دكتور ناشا نحن عايزين نتكلم على قصة التدريج مهمة أوي وهو لو الطفل شايف البيت سوي ومتزن وما فيش جوه البيت تنمر أو جوه العيلة تنمر وشايف إن الأم دايماً بتوصل له رسالات وتوعيه طب هيجيله السلوك ده منين؟ طب الرسالات دي بقى أو الرسالة اللي هيك بتتكلمي عليها مهمة أوي هيك قلتي أنواع أو أشكال التنمر قلتي مثلاً أول حاجة تكلمنا عنها الزج والزوجة إيه الأشكال الأخرى اللي هي ظاهرة عندنا في مجتمعنا؟ في المدرسة التلاميذ مع بعضهم الطلاب كلهم على الفيسبوك والسوشال ميديا ده أكتر ده دلوقتي دي بقت ظاهرة غريبة جداً التنهير جداً يعني بين الأهل وبين الجيران وفي النادي في حتة كتير في كل الأماكن بقى موجود التنمر بس الأكتر بيبقى بين الأطفال لأنه زي ما قلت لحضراتك هم ما بيعرفوش يجملوا الحقيقة أو يديروا ممكن يكونوا مش عارفين أصلاً وفي نفس الوقت ما فيش عقاب راضع من المدرسة المفروض المدرسة كمان يبقى فيه عقاب للطفل اللي بيعمل كده ويطلعوا الطفل اللي هو عنده مشكلة ده لا ما عليش أبرزه شوية وتجيله ثقة في نفسه شوية يعني أنا سعيدة جداً بالحلول دي لأن المهمة قوي إن أنا أقدر إزاي يحصل موأمة إزاي أقدر أجيب دي مكان دي وإزاي أقدر كمان أبرز ما هيك قلت حتى لو فينا واقص خلي بالنا كمان إن الشباب والمؤتمرات والمنتديات والملتقيات العالمية أصبح من أهم قضاياها بالفعل التنمر وشفت ممتدى الشباب العالمي الأخير اللي كان في مدينة السلام شارم الشيخ وكان سيطرة رئيس حريص على هذا الأمر على أنه هو فعلاً نقول من القضايا الهمة وليها مؤثرة لأسف أطفالنا أيضاً كمان في شبابنا هي بتأثر على الكبير والصغير خلال المسلسلات اللي بتدخل بيوتنا أفتكر رأيي حبيبي ما ممكن يكون آلية أهو كمان زمان كان الأفلام بتوصل رسالة الفيلم كله عبارة عن رسالة إيه رسالة الفيلم الآخر إن أنا أعلم الطفل إنه هو يمسك قلت حد ويبقى عنيف والألفاظ اللي إحنا بنسمحها لا ببقيتش مفروض مش من عادتنا ولا من تربيتنا عايزين نرجع بقى زي زمان إنه مفروض إن الفيلم الولد يخرج أنا مبقاش مكسوف أن أتفرج مع الفيلم قدام إبني ولا أي حاجة من الحاجات دي مش بلاس إتين إحنا مش عايزين كده إحنا عايزين الفيلم ما يفقاش فيه حاجة حتى لو عايز توصل رسالة ممكن توصلها بطريقة أحسن من كده وهتوصل وهنفهمها كلنا يعني نعيد معالجة هذه السيناريوهات حتى يعني المستقبلية لبعض الأعمال الدرامية والسينمائية والكثير لكن برضو بيبقى بقى شيء مهم في عندنا إحنا كمصريين يعني دمنا خفيف يعني نسبة كبيرة فتلاقي دايما معظم شبابنا وأطفالنا من باب الدم الخفيف إيه حدود الخفيف ما أنا ممكن أكون قاعد في مكان خلي الناس كلها تضحك ولكن هي بتسرسب فيها بعض هذه الظواهر وهي شكل من أشكال الترامي طيب إحنا عايزين نقول اللي هو دمه خفيف ده حط نفسك مكاني لأخر يعني قبل ما تقول الفي اللي هتقوله أنت تحب أن حد يتكلم عليك كده لأ أكيد مش هتحب فأنا ممكن أدحك اللي قدامي وابقى دمي خفيف ويبقى القعدة لطيفة جدا بدون تنمر من غير ما أنا أجرح اللي قدامي هو مش حابب ده يعني هو دايما ما يبقاش حابب إنه هو حد يتكلم عليه بسلوب وحش أو إنه هو يجرحه أو يبرس عب فيه ما ينفعش حد يبرس عب في حد أبدا إمتى أتجه بقى دلوقتي آخر سؤالها لك المهم جدا إمتى أتجه لطبيب أو طبيبة أو تخصص حضرتك بالعلاج السلوكي في هذا الأمر بالتحديد إمتى أتجه لما لاي أبني بالفعل في شبطين أو لو أنا أبني متنمر واضحة وأنا ابتديت إن أنا أقول له ونبهه إن السلوك ده غير لائق أقدر من مرة وهو استيل لسه بيكمل فيه لازم أدى أشوف إيه السبب أو لو أنا ابني جاله اكتئاب أو أي شخص بالغ أو صغير جاله اكتئاب أو اتعرض إنه هو لعزلة وانطواء من التنمر لأن في أطفال ما بترداش تروحي المدرسة ولا في ناس بترداش تروحي الشغل وكرهين المكان أو كمان ممكن تكون تزداد الشكاوى بالنسبة له يعني لحد كذا مرة يكلمك أو يكلم الأم ابنك بيعمل في ابني كذا أو يعني كثرة الشكاوى دي علامة من علامات التنبه نصيحة أخيرة بقى وإحنا بنختتم تحب تقولي إيه كان نفسك فعلا تقدميها النهاردة كنصيحة لأب والأم أو لمن يهم الأمر عايزين بس نعيد تربية تنب تربية صح تربية كويسة للأطفال يعني دايما معلش ما سيبش الموبايل في إيدي الولد كتير أتكلم معاه أنا أكتر هم محتاجين ده أكتر أفلتر دايما هو بيتفرج على إيه أتكلم معاه ويبقى فيه بيني وبيني حوار يعني هو يقول كمان رأيه طبعا حلوة أوي حكايت يقول رأيه ديت يا جماعة هو فتح باب الحوار بيننا وبين أولادنا ترجمة نانسي قنقر